الظاهرة والمهرجان الثقافي الأهم يمكن في المرحلة مهرجان معرض الكتاب وأنا بشوفه مهرجان لأنه صراحة من السنة اللي فاتت وإحنا بنشوف تنظيم يعني دولي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس إحنا بنتلم عن الدورة الخمسة وخمسين اللي حتقام من خمسة وعشرين يناير لحد ستة فبراير عشرين أربعة وعشرين والشعار لهذه الدورة نصنع المعرفة نصون الكلمة الحقيقة أنه كل الأمم اللي وضعت القراءة في أول أولوياتها صنعت الفارق في تاريخ الأمم الاطلاع والمعرفة على الفنون والأدب ويعني كل أوجه المعرفة الحقيقة الكتب بتوفرها فأنه نكون عندنا جزء كبير في حياتنا مخصص للقراءة ونتعود على ده كل البيوت فتبقى أم قارئة ده موضوع فارق ومهم الإقبال الكبير اللي احنا بنشوفه على معرض الكتاب اللي كل سنة بالمناسبة بيفوق السنة اللي قبلها وده بيقبلوا بقى زيارة عدد النشرين ودور النشر وكل الأفكار الجديدة اللي بنشوفها كل سنة داخل معرض الكتاب بيبقى مبشر إنه الأجيال اللي جاية اللي يمكن ناس كتير بتظلمها ويقولوا دي أجيال اللي تقرأ لا هي الفكرة إنه هي تقرأ تقرأ إيه بالزبط وإيه اللي بيقدم لها وبنشوف إنه المبيعات بتاعة معرض الكتاب كل سنة بتكون فارقة فمهم جدا لكل النشرين إنهم يكونوا موجودين حنتكلم مع حضرتكم بالتفصيل عن هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مع ضيفنا اللي بنوارنا النهاردة في الستوديو أستاذ محمد الفئي وكيل وزارة الثقافة وعضو اللجنة العليا لمعرض الكتاب مساء الخير على حضرتك مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السنة المشاهدين الحقيقة المستنادي المعرض بيقام برضو في ظروف ما هيش أسهل حاجة اقتصاديا على العالم كله لكن شايفين زيادة في عدد النشرين حواليه يمكن يفوق المية وخمسين نشر زيادة عن الدورة اللي فاتت وشاركة سبعين دولة فالحقيقة أنه فيه يعني استمرارية وتأكيد على ريادة معرض القاهرة الدولي للكتاب في الوسط الثقافي فعلا معرض القاهرة الدولي للكتاب يعني طول عمره زي ما تعودنا أنه يعني في ظل أي تحديات وأي ظروف بيكون متميز ويكون هو الأكبر والحدث الثقافي الأعظم على مستوى المنطقة يعني الجمهور بينتظر المعرض ده من السنة للسنة وأيضا الناشرين لأن بالنسبة لكل الناشرين معرض قاهرة الدولي للكتاب بيمثل الموسم الأكبر بالنسبة لأي ناشر ولذلك بيحرصوا على أن يكون عدد من الإصدارات أكبر عدد من الإصدارات الحديثة بيجاهزوها يعني قبلها بشهور أن لم يكن من الدورة السابقة يعني بيكونوا بيجاهزوا للإصدارات والعنوين اللي هيشاركوا بيها في المعرض ده بيؤدي إلى يعني جذب الناشرين للمشاركة والاهتمام والتزاحم على المشاركة في المعرض لأنه طبعا بيمثل بالنسبة لهم المبيعات الأكبر على مستوى السنة بالنسبة للمشاركة طيب إحنا بنتكلم إنه إحنا عندنا ناشرين زيادة عن السنة اللي فاتت حوالي فوق المائة وخمسين ناشر السنة دي فيه ألف ومتين ناشر فعلا مقارنة بالسنة اللي فاتت ده بزيادة أكتر من مائة وخمسين تقريبا وأيضا المشاركات الدولية عندنا سبعين دولة مشاركة من سواء من أوروبا ومن آسيا ومن يعني من كل أفريقيا والأمريكاتيين ومن كل القرارات دول كتير جدا مشاركة طبعا على رأسها ضيف الشرف السنة دي المملكة النرويج فعلا في محاولة مننا يعني للتعارف وتألف ثقافات وتبادل المعرفة والإبداع بيننا وبين شمال أوروبا